اشتركوا في القناة الجيش يسقط صباح الجمعة سبع مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة السادسة مشابي الفاشر نقابة الصحفيين السودانيين تؤكد في بيان على التزامها بحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الحالية وفاة الشاعر الأستاذ محمد خير الخولاني مدير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم أسقط الجيش صباح الجمعة سبع مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة السادسة مشابي الفاشر وقال مواطنين لراديو دابنغا أن قوات الدعم السريع هاجمت صباح اليوم الجمعة الفاشر بعدد من المسيرات وأنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة وأكد مصدر عسكري من الفاشر لراديو دابنغا أن الهجوم استهدف قيادة الفرقة السادسة مشابي الفاشر وبعض الارتكازات مؤكد أن الجيش أسقط المسيرات السبعة وكان الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني شن يوم الخميس غارات جوية على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أكدت نقابة الصحفيين السودانين على التزامها بحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الحالية وقال مجلس النقابة في بيان اطلع عليه راديو دابنغا أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة السودانية بسبب الصراع المستمر وتأثيره العميق على حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة يعيد مجلس نقابة الصحفيين السودانين التأكيد على التزامه العميق بحماية الصحفيين ودعمهم ودع البيان الذي صدر باسم الأستاذ مبارك ود السما مقرر مجلس نقابة الصحفيين إلى تكثيف الجهود لتعزيز التدريب المهني بما يتيح للصحفيين سقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى الأداء الصحفي لمواجهة الظروف الراهنة بنزاهة وشجاعة وشدد البيان على التزام النقابة بتمكين الصحفيين للقيام بواجبهم في تسليط الضوء على الحقائق وتوثيق الأحداث إيمانا بأهمية الكلمة الحرة في بناء مجتمع ديمقراطي وموحد نعت العديد من مواصل التوقع الاجتماعي والسودانين المقيمين في ليبيا الأستاذ الشاعر محمد خير الخولاني مدير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور وعين الخولاني في هذا المنصب خلال الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتوفى الخولاني بمدينة الزنتان الليبية التي وصل إليها قبل أسبوعين طلبا للعلاج بعد أن اشتد عليه المرض ويعد الخولاني من أبرز رموز الوسط الثقافي بولاية جنوب دارفور واشتهر بقصائده النابعة من البيئة الدارفورية على الصعيد المهني عمل الخولاني بالتدريس لفترة طويلة أكتفي بهذا القدر من تقديم النشرة والميكروفون مع زميلي محمد سليمان للمواصلة معكم كشفت وزارة الصحة بولاية كسل أن تزييل 34 حالة إصابة جديدة بالكوليرا بالولاية يوم الثلاثة بينها حالة وفاة واحدة وأشارت الوزارة في تقرير إلى ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية إلى 6,967 حالة كما أشار التقرير إلى أن عدد الكل للوفيات بلقى 206 حالات ونوهت وزارة الصحة بولاية كسل إلى أن محلية كسل سجلت 12 حالة إصابة من بينها 11 حالة وافدة من شرق الجزيرة فيما سجلت محلية حلف الجديدة 17 حالة إصابة وافدة من تنبول بولاية الجزيرة وسجلت محليات ريف كسل وغرب كسل وعروما إصابات جديدة وحول الحميات النذفية أكدت الوزارة تسجيل 91 حالة بالولاية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2,825 فيما بلق العدد الإجمالي للوفيات 8 حالات وجهت اللجنة تمهيدية لنقابة طباء السودان نداء عاجلة للمنظمات الدولية للمساعدة الفورية ومديد العون لمواطني شرق ولاية الجزيرة ووصفت اللجنة في بيان صادر أنها الأوضاء هناك بالكارثة الإنسانية المتفاقمة وأضف البيان أن الإسحالات المائية تخصط أروه المواطنية الهلالية والمناطق المجاورة مشيرة إلى أن مستشفى الصباق الريفي يحتاج إلى دعم عاجل لمواجهة العدد المتزايد من المرضى والمصابين ووفقا للبيان فإن مناطق شرق الجزيرة تشهد حملة انتقامية ومنهجة من قبل قوات الدعم السري وأضاف البيان أن الوضع الصحي في المنطقة تفاقم بالشكل المغلق حيث تفشت الإسحالات المائية في مدينة الحلالية والمناطق المجاورة ويحتجز من تبقى من سكانها في المساعد مما أدى إلى وفاة أكثر من 73 شخصا حتى الآن على صيد متصل تقدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بنداء عاجل إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعانية بحقوق الإنسان والحماية الإنسانية ودع التقدم في ندائها إلى إنقاذ أرواح المدنيين العالقين والنازحين في السودان في مناطق شرق الجزيرة وأضاف البيان أن هؤلاء المدنيين يعانون من أوضاع كارثية تزداد سوءا يوم بعد يوم وأطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بعدة خطوات بينها الإجلاء الفوري للمدنيين العالقين في مناطق النذاع وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية من قذاء ودواء ومياه نظيفة وتوفير خدمات طبية عاجلة للمدنيين المصابين والمرضى ودعم وحماية النازحين إلى أن تتاح لهم العودة إلى منازلهم في ظل ظروف آمنة ومستقرة أداء الحذب المؤتمر السوداني بولاة الجزيرة ووصفها بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السري في المدينة الحلالية بشرق الجزيرة ويتبر الحذب في بيان الحصار المفروض على المدينة انتحاكا صارخا للحقوق الإنسانية وجرما ضد كل العراف والقوانين الدولية ودع البيان المجتمع الدولي منظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللاذمة للمدنيين ومطالبة الأطراف المتورطة بإنهاء حصار المدينة فورا كما دعا إلى الاستماح بإدخال المساعدة الإنسانية والأدوية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض كشفان عشطوف في العمل الطوئي أن عوضاء مع الساوية يعيشها النادهون من شرق الجزيرة في محليتي حلفة جديدة ونحر أطبرة وقال مسؤول الإيواء في حلفة جديدة في تصريحات أن 600 أسرة تقيم في استاذ المدينة ما أدم توفر مواد إيواء كافية وأقل الدورات المياه ما ينذر بكارثة بيئية وصحية وأوضح مسؤول الإيواء أن عددا كبيرا من الأسر تقيم تحت الظلال الأشجار وفي الطروقات مشيرا إلى أن عدد النازحين بلق نحو 2898 أسرة وقال مفوض الأولى الإنساني إدريس علي أنهم بصدد ترحيل النازحين من الاستاذ إلى معسكر القرية 6 عرب مشيرا إلى توجيهات صدرت في هذا الشأن بنصف خيام مؤقتة النحف المسلحون ومجهولون الحوية يوم الأربعاء مواد إيقاثية مقدمة من برنامج الغزاء العالمي من مركز توزيع المساعدات في معسكر موجر للنازحين في ولاية وسط دارفور وقال نازح من معسكر موجر لراديو دابانغا أن المسلحين أطلقوا الزخيرة الحية في الحواء بكثافة من مختلف أنواع الأسلحة داخل مركز التوزيع وأوضح أن قوات الدعم السريع الموجودة بالقرب من مركز التوزيع حاولت منعهم من النحب ولكنها لم تتمكن من ذلك وأتابع قائلا أن النازحين فروا من المركز جراء إطلاق النار فيما نحب المسلحون جميع المواد الغزائية خاصة الأرز والزرى والعدس وزيط الطعام والملح وأضاف أن المسلحين شحنوا المنهوبات على الدراجات النارية وعربات التوكتوك والكارو ونقلوها إلى القرى والفرقان المجاورة لمنطقة موجر قالت الصحفية لمياء الجيلي أنهم كصحفيين سودانيين وعضاء في منتدى الإعلام السوداني كانوا حريصين جدا على المشاركة في المؤتمر الخاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من الإعقاب إلى الجرائم مرتكبة بحق الصحفيين الذي أقض في العاصمة الأثوبية عديس أوابا خلال يومي السادس والسابع من نوفمبر وأضافت في مقابلة مع راديو دابنقا أن أقض هذا المؤتمر يأتي بعد أن فقد السودان 13 صحفيا وصحفية قتلوا منذ اندلاع الحرب إضافة إلى اعتدعات وانتحاكات أخرى وقعت على الصحفيين خلال هذه الفترة وتابعت قائلة إن المؤتمر كان محفلا جامعا وأفرص لهم لمحاولة تنبيه العالم لما يتعرض له الصحفيون السودانيون ولفتت إلى أن الصحفيين السودانيين لا يذالون مصرين على مواصلة أعملهم على الرغم الأخطار والظروف الصعبة المحيطة بهم وأضافت لراديو دابنقا في حالة المنتدى اللامة السوداني شاركنا بوفدة كبيرة وبمجفعة من الأعطاء المنتدى وكانت فيه نغاشات كثيرة دارت غير النغاشات الداخل للجلسات حتى خارج الجلسات كان فيه نغاشات كثيرة وكان فيه اهتمام كبير من المشاركين والصحفين بأسئلة كثيرة عن عوضاء الصحفين السودان أنا قدمت مشاركة قدمت فيها باسم المنتدى قدمت فيها ملخص لأعضاء الصحفيين أعرب المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي أن اعتقاده بأن عادة انتخاب دونالد ترام رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لن تفيد السودان كثيرا وتابع قائلا إن هذا أمر جيد أن من الأفضل السودانين أن يتملكوا قضيتهم أولا حسب طبيره حتى تكون لهم القدرة على التأثير وأضاف قائلا إذا لم نكون أقوياء في الداخل فإن العالم لن ينتبه لنا وأضاف لراديو دابانغا مسألة فوز ترامب من وجهة نظري أنها ما حتفيد السودان كثير يعني فوزه ما حيضيف لوضعنا حاجة وأنا بفتكر أنه دي حاجة كويسة يعني أحسن أن نتملك قضيتنا في الأول كسودانيين اعتبر الدكتور راشد محمد علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية أن عدد انتخاب دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة تغير من طريقة الإدارة الأمريكية وليس تفكير الإدارة الأمريكية حسب وصفه وأضاف مقابلة مع راديو دابانغا أن الإدارة الأمريكية لها استراتيجية ثابتة تقيم بعد كل فترة محددة ولفت إلى أن ترامب سيغير الطاقم والسشاريه وطاقم العاملين في البيت الأبيض وهؤلاء يحددون مسار التعامل المقبل مع السودان وعرب عن اعتقاده بأن ترامب لن يولي السودان احتماما أكثر من المطلوب وفقا للإستراتيجية الأمريكية وأضاف لراديو دابانغا لا أعتقد أن ترامب يمكن أن يولي ملف السودان اهتماما أكبر من المطلوب يعني الإستراتيجية الأمريكية تقيم ملفات الأمن في السودان تقييم استراتيجي قائم على أن الدولة من الداخل فيها درجات متفاوتة من الصراع في مستوى التهديد عالي جدا من قبل النظمة السياسية كشف عدنان هزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصريب الأحمر أن عدد من المشاريع الإنسانية التي ساهمت فيها اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في السودان وقال في مقابلة مع راديو دابانغا أن اللجنة دودت ثلاثة من محطات المياه في ولاية الخرطوم بمعداد ومضخات لمساعدتها ألا أدام حامها وأضاف أن إنتاج هذه المحطات الثلاث يغطي احتياجات حوالي مليون وسبمائة ألف شخص في ولاية الخرطوم وأتابع قائلا أن اللجنة وذأت خلال الأسابيع الماضية مواد جراحية ودوائية وطبية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية وأوضح أن تلك المواد الطبية وذعت على حوالي خمسين مستشفى ومركزا صحيا يقع قائبيتها على خطوط التماس وأضاف لراديو دابانغا خلال الأسابيع الماضية قام بثل اللجنة ولي صريب الأحمر تزويد ثلاث محطات أساسية في الخرطوم بمعدات وكذلك مطاقات تساهم في تعزيز إنتاجية هذه المحطات لتقديم المياه الخبر الأخير في النشرة اجتمع المستشار نصر الدين أبض الله محمد أحمد القائم بالعمال بالإنابة في سفارة السودان في ليبيا مع وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية لشؤون المراقبات الدكتور محسن أبو القاسم الكبير لمناقشة قضايا تعليمية تخص اللاجئين السودانين وضرق الاجتماع إلى أمكانيات استيعاب المعلمين السودانيين في المؤسسات التعليمية الليبية بما يسهم في تعزيز التبادل التعليمي بين البلدين كما وجهت دارة التعليم الليبية مكاتبها بتسيير إجراءات قبول الطلاب السودانيين في المدارس الليبية واتفقت جانبان لأقدر لقاء مستقبل لمناقشة تفاصيل دمج المعلمين السودانيين بما يسهم في توثيق التعاون التعليمي بين السودان وليبيا أعزائي المستمعين بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار أشكركم على حزن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبانغا ودمتم بخير